موسيقى هيدا كتاب اسمه معه درب الحياة مراحل القيامة استوقفني من شي هيك 7-8 سنين شفت برا بامريكا كتاب عاملو خوري برعيه وعمل مراحل نحنا بنعرف مراحل درب الصليب الاربطعش وبيحبون شعبنا وبيصليون والعلم كله بيصليون هو عامل انه مراحل هالقيامة اربطعشر مرحلة هلا بديدوي كمان بالوقت زيته اداسة البابا يوحانا بولستاني البابا الاديس كمان عامل مراحل النور اربطعشر مرحلة للاقيامة بحوض الاربطعشر مرحلة هلا رح ندوي عليهم بالدور ترجمناهم يعني نقاينع نصوص المشاهد الانجلية اللي اخدينا وهيك معصالة صغيرة لقالهم ابونا غسان مطر كمان كريمة معنا ساعدني بترجمتهم وحلق حطيناهم يعني هايك موجودين هلق صاروا بين ايدينا ايه صاروا موجودين كتاب مطبوع موجود بالمكتب ايه عنا اللي بيحب بياخدوا هايك بيصلي يعني فعل تقوى شخصية هايك واحد بيعيش مع زمن لقيامي هايك مراحل بتخلي يفرح بفرح اللي بيعطي ربنا بالقيامي نعم رح نباليش بالمراحل لانه تم الوقت يغلبنا المرحلة الاولى عنا يسوع ينحدر الى الجحيم يلي هو انجيل متى بالفصل سبع وعشرين لما بيقلنا نشقى شطرين الحجاب والمقدس وزلزلت الارض وستصدعت الصخور وتفتحت القبور لا وقام كثير من اجساد القدسين الراقدين وخرجوا من القبور وهيدا نحن اللي بنقول انه يسوع عمضى الليل سبت مع موتى القبور فاذا وهيدا بنا نقول انه يسوع القائم من الموت بيقلنا انه هو كمان يقيم يقيم الانسان المائت يقيم موتانا ويقيمنا نحن الناس اللي بند نموت هيدا المرحلة هيدا اول مرحلة نعم المرحلة التانية حاملات الطيب بانجيل متى بالفصل اثمانة وعشرين بانا لما انقضى السبت وطلع فجر يوم الاحد جاءت مريم المجدلية مريم الاخرى تنظرنا الى القبر واذا زلزان شديد قد حدث وملاك الرب نزل من السماء وجاء فدحرج الحجر وجلس عليه هالنساء اللي اجوا بكير جايين حتى يحنطوا جسد يسوع هيدا المشهد تاني بمرحلة القيامة المرحلة التالتة رسالة الملك بانجيل ماركوس بالفصل 16 هالنساء اللي اجوا الى القبر في ملاك فجأهم حكاهم قال لهن لا ترتعبن انتن تطلبن يسوع الناصر المسلوب انه قام وليس ههنا وهذا هو المكان الذي كانوا قد وضعوه فيه فاذهبن وقل لتلاميذه وبطرس انه يسبقكم الى الجليل وهناك ترونه كما قال لكم فخرجنا من القبر وهربنا لما اخذهن من الدهشة والرعدة ولم يقلن لأحد انشاء لانهن كنا خائفات هذا كمان المشهد يلي نقرأ نحن بصباح انجيل صباح القيامة رسالة هالملاك هو اللي قال انه ليس هنا خلاص انه قام من الموت المرحلة الرابعة مريم المجدلية بانجيل يوحن بالفصل عشرين بقلنا اجت اسرعت مريم المجدلية الى القبر فرأت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع قال لها يسوع لماذا تبكين ايتها المرأة وعما تبحسين فظنت انه البستاني قالت له ان كنت انت اخدته اعطيني ايه اللي وين حطيته هذا المشهد الشهير لما قال يسوع مريم عارف التفتت وقالت له هي ربوني ايه يا معلم اجت بدأ تقرب عليه قال لا تلمسيني اني لم اصعد بعد الى ابي بل اذهب الى اخوتي وقال له انا صاعد الى ابي وابيكم هذا كمانا المشهد بالمرحلة الخامسة الرابعة الرابعة من قراء بعد ابونا هالمراحل هي ايات يعني هي مراجعة مشاهد انجيلية نعم مشهد انجيل بعدين حطين له هيك صلاة صغيرة تأمر ايه يعني اللي بدو يصلي بيقرها وكمانا مثل ما نجدك لك ايها المسيح ونباركك هون القائم من الموت نجد لك ايها المسيح القائم من الموت ونباركك لانك بموتك وقيمتك منحك العالم الحياة نعم المرحلة الخامسة التلاميذ عند القبر كمان انجيل يحنى بالفصل عشرين بان راحة مريم المجدلية اجوا بطرس والتلميذ الاخر الذي احبه يسوع اسرعوا اجوا لا ادري اين وضعوا وضعوا فخرج بطرس والتلميذ الاخر وذهبا الى القبر يسرعان السير معا ووصل يحنى قبل انتظر بطرس تأجا بقلنا هون دخلوا فلقوا اللفائف فقط ممدودة والمنديل الذي كان حول رأسه غير ممدود مع اللفائف فاذا كمان احد المشاهد اللي منشوفها من بعد الايام التلميذ اللي اسرعوا اجوا الى القبر المرحلة السادسة الابواب الموسضى كانت الابواب مسكرة ويسوع تراء لقلهم بانجيل يحنى بالفصل عشرين في مساء ذاك اليوم يوم الاحد كانت تلاميذ في دار اغلقت ابوابها خوفا من اليهود فجاء يسوع ووقف بينهم وقال لهم السلام عليكم قال ذلك واراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب فقال لهم ثانية السلام عليكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا ايضا هيدا كمان المشهد كمان كلنا بنعرف وهون بتجي المرحلة السابعة بتكمل هيدا المشهد تومة لانه هون لما بقلنا لما المسيح تراء لانه تومة مكان فرجيهم ايديه المرحلة السابعة تومة بعد سمانية ايام كان التلاميذ في البيت مرة اخرى وكان تومة معهم فجاء يسوع والابواب مغلقة وقف بينهم قال لهم السلام عليكم ثم ثم قال لتومة هات اصبعك الى هنا وانظر يدي هات يدك فضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمنا اجاب تومة ربي وإلهي وقال له وقتا يسوع انت امنت لانك رأيتني طوبة للذين لم يروني وآمن ويؤمنون هيدا المشهد كمان نقرأ نحنا بالأحد الجديد يعني الأحد الأول بعد عيد الكبير وهيدا مضرب مثل للمشككين يعني مثل تومة دايما منقول حفظينه يعني أنا بدي استعمل بدل المشككين مشكك يعني مثل واحد بدي أقول المرافدين هلا ما تكلم بالعرب فيه رفض بس فيه المرافض يعني كأني أنا عم برافض بس أنا يعني مرافضتي هي مثل تأكيد إيماني مش مش الشكل هو نبز أنا لما بشكك نبزت الحقيقة اللي هايدي شكاكت فيها هوني مثل أنا عم بنبز ترجع أكد أكتر يعني مش مستوعب بشكل تام هايدي مش عم سمي أنا مرافضة مش رافضة حتى المرحلة التابنة الظهور في الجليل بإنجيل يحن بالفصل 21 بقلنا وقف يسوع على الشاطئ والتمييز ما عرفوه سألهم أيها الفتيان أعندكم شيء يؤكل أجابوه لا قال لهم ألقوا الشبكة إلى يمين السفينة ولما ألقوا الشبكة بنعرف أنهم ما قدروا يجتزبوها قد ما كان فيها من السمك وبطرس اللي كان عريان ألقى بنفسه بالبحيرة وإجه لتلميز يعني بالسفن الأخرى بعيد شوية عنهم وليقوا على البر جمر متقد عليه سمك سمك بخبز قال لهم يسوع خده وكله لم يزرق أحد من التلميز أن يسأله من أنت لعلمهم أنه الرب هذه بأن تلك المرة تسالسة تراء فيها يسوع لتلميزه بعد قيمته من بين الأموات إنه الرب هذه بتتردد كتير الكلمة هذا المشهد قريب بنشوفه كما بإنجيل لقى بالفصل خمسة بأول حياة رسل مع يسوع كمان تعبوا بقلوا تعبنا الليل كله ولم نصطط شاء أنا قلوا نرمي الشبك هاي دايما وبيتطلع بالآخر بطرس إنه الرب تنقول إنه دايما الرب علامة الخير مع ربنا بتفيد الخير بتفيد الحياة المرحلة التاسعة الراب يكلف بترس كمان بإنجيل يحن بالفصل 21 بإنه بعد العشاء قال له يسوع لبطرس السؤال اللي سأله ثلاث مرات أتحبني أتحبني أكثر أتحبني أكثر وجواب بترس اللي كان نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك حبا شديدا كان دايما يجعله يسوع ارعى خرافة يسوع كلف بترس رعاية القطيع هذا المشهد كمان من بعد بطراء يسوع من بعد الموت والقيام المشهد المرحلة العاشرة تنميزي عماوس إنجيل له الفصل 24 هذا الإنجيل كمان لقرناه أحد الماضي بتقصنا المرونة ومنعرف هالتلميزين المشيين وهون إجا مسل كمان شو واحدة غريب عن أرشاليم لكن طراء لقلهم يسوع ما عرفوه وليش مهمومين سألهم وكذا قالوله ولو ما كلها العالم مهموم وكلها العالم ضايع وكلها العالم عم بتسأل شو صار بأرشاليم أنت الغريب عن أرشاليم وبقلنا هون يقرأ لهم الكتب شرح لهم شو فيه بالكتب وبالأنبياء وبالمزامير لكن هني ما ما فهموا شي رجع صار المساء قالوله قالوله خليك معنا أمكس معنا يا رب وفيت معهم على البيت ولما كسر الخبز وبارك فتحت عيونهم وقلبهم فتحت عيونهم عرفوا وعرفوا هذه المرحلة العاشرة المرحلة الـ 11 الصعود قريبا بعد 40 يوم نحن دايما من الأيام من عيد الصعود عنا الصعود هون اخدينه من إنجيلو الفصل 24 ثم خرج بهم إلى القرب من بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له ثم رجعوا إلى أورشاليم وهم في فرح عظيم وكانوا يلازمون الهيكل يباركون الله هذا من طمن إيماننا يسوع المسيح لغلب الموت بالقيامة رجع صعد إلى يمين أبيه في السماء مرحلة الـ 12 العنصرة يلي هي خمسين يوم بعد عيد الكبير هون اخدين مقطع صغير من إنجيل يحنى بالفصل 16 مش اخدين مشهد العنصرة بعمل الرسل حطين فينا ناخد كم مشهد العنصرة متجاء رؤ المسيح لأدعكم يتامة أسأل الله أبي أن يعطيكم الروح القدس متجاءكم هو روح الحق أرشدكم إلى الحق لأنه لن يتكلم من عنده بل يتكلم بما سمع ويخبركم بما سيحدث سيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم به كمان هي بحد ذات الروح القدس حدث كبير العنصرة حلول الروح القدس يعني نعتبر هو انطلاء الكريسة المرحلة 13 عم ناخد الرجع هون أخذ يعقوب الرسول يعني أحد الرسل رجع إلى مشهد بإنجلو قبل فصل 9 لما يسوع كان عم بيخبر عن ارتفاعه وبدأ يطلع على أراشليم أرسل رسلا يتقدمونه فذهبوا فدخلوا قرية للسامريين ليعدوا العدة لقدومه فلم يقبلوه لأنه كان متجها إلى أراشليم فرما رأى ذلك التلمزاه يعقوب يحن قال يا رب أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم تفت يسوع وانطهرهما فمضوا إلى قرية أخرى إخدينه هذا المشهد لو كنه مش هو مش من بعد لأيامه بس تقول أنه النار اللي بتنزل من السماء ويسوع رفض من السماء ما بتنزل النار اللي بتأكل بالعكس من السماء بتجي الحياة الحياة للناس المرحلة الأربعطعش الأخيرة إخدين ارتداد بولوس ليش الاختيار ارتداد بولوس لأنه أول شيء نحن بنعرف أنه بولوس يسوع مات وكان بولوس بعده المسيحيين لكن نعرف كلها الانقلاب اللي صار بحياة بولوس بخبر عنه بعمل الرسل حتى بتلات مطارح بالفصل تسعة بالفصل اتنين وعشرين بالفصل خمسة وعشرين نعرف نعرف بولوس صار من أكبر الرسل لو كان ما كان بين الاثنعش الرسل اللي اختار رسول الأمم أخذنا لأنه أكيد لأيام خبر تنحمله إلى العالم نحمله كل ملكوت الله ينشر وهي دا الحدث فارجينا بولوس اللي وقع على راسه والرب اللي حوله تيصير من شاول سير بولوس رسول الأمم بهذا المشهد بعمل الرسل بقول هذا الرجل أداة اخترتها ليكون مسؤولا عن اسمه بده يصير مسؤول عن اسمه عم نختم هالمرحلة الايام مراحل الايام بيبولوس تا كل واحد مننا يعرف انه كل واحد مننا ربنا بده يختاره تيكون أداة مسؤول عن اسم الله وعن حدث الايام بالعالم يمكن نختم هذا من نقرأ هذه الصلة الأخيرة بالمرحل الاربتعشر يا ربنا يسوع المسيح يا مانحا إيانا الحياة الأبدية بسر فدائك الجنس البشري لا يزال هناك كاثرون يعانون الاضطهاد لإيمانهم بك فمنحهم شجاعة التمسك بقيامتك هم الذين يموتون لأجلك كل يوم ونحن من نواجه السخرية والهزء امنحنا رجاء التشبس بك وعنايتك بالأخوة والأخوات المتألمين بإيمانهم في العالم كله وعنه واجمع الكنيسة في كل المسكونة شاهدة حية لك في زور الاضطهاد وألام المضطهدين مظهرة أن اضطهاد من يتبعك هو اضطهادك أنت آمين آمين أنا بدأ أشكرك أبونا حتيتنا بهالمراحل الاربتاش تنمشي تنعرف نمشي درب الحياة ونعيش القيامة ونكون هلقد مدرجين نحنا اليوم بظل كل الظروف الصعبية اللي عم تمرق بحياتنا أنا بدأ أشكرك على حضورك من جديد وهذا الكتاب وين منلاقيه منلاقيه بالمكتبة عنا مكتبة المرسلين بجونة موجود هلأ أكيد هن إذا اتصلوا بيقدروا هونيك بيقولولون وين بيسلمون لأنه كمين المكتبة هي مسؤولة أنه بتنشروا بتوزهم بعرفة المراكز التانية اللي ممكن أنها تكون أنا بتمنى أنه هو كتاب منه كتاب لترجي طبعا هو كتاب مشين هالتقوى الخاصة لناس اللي بدأت تتأمر بهالزمن الايامي هيدا بتساعدت حتى تعيش هالجو القيامي أنا بدي أشكرك أبونا وكمين تحييتنا لأبونا غصان مطر اللي شاركك بترجمة هذا الكتاب اشتركوا في القناة